مدينة منكوبة بعيون أهلها والعالم هي البصرة ثغر العراق الذي لم يعد باسما هناك حيث لم يستطع رصاص القوات الحكومية اسكات صارخات أهلها الجوعة والعطشة وهم يسكنون فوق بحر من النفط بقنابل الغاز المسيّل للدموع والرصاص الحي فرقت القوات الحكومية تظاهرات الأهالي المطالبين بمحاربة الفساد والتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل ولطالما على صوت المتظاهرين ضد سراق قوت يومهم وناهبي أموال البلاد فأضرموا النار قرب استدارة البحرية وسط البصرة ثم بلغ السيل الزبا ففاض فرد المتظاهرون على الرصاص بالحجارة بعد أن ازدادت الآلة الحكومية بطشا بهم تنسيقية التظاهرات في المحافظة رفضت ممارسات القوات الأمنية محملة للحكومة مسؤولية التبعات لا سيما وأن الرصاص الحي صب على المتظاهرين لمنعهم من الاقتراب من شركات النفط المتخمة بالعمالة الأجنبية وهي التي من المفترض أن توظف شباب المدينة الذين تغزوهم البطالة مسؤولون محليون قالوا أن تعامل القوات الأمنية مع المتظاهرين يزداد قسوة يوما بعد آخر خصوصا وأن رئيس الحكومة السابق عمل على ملء البصرة بعناصر أمن من خارجها كانوا قد شاركوا بالحرب فباتوا يتعاملون مع المتظاهرين كإرهابيين بينما يتذرع القادة الأمنيون بنية المتظاهرين اقتحام شركات النفط لتبرير استخدام الرصاص مفوضية حقوق الإنسان طالبت بإعلان المحافظة مدينة منكوبة وإقرار خطة خدمية لا تتجاوز ستين يوما لتوفير الخدمات ومستلزمات الحياة مؤكدة أن البصرة تواجه إهمالا متعمدا وعجزا حكوميا باعتماد الجدية في إنجاز المشاريع واستكمال الخدمات المتعلقة بتحسين الواقع المعيشي نواب عن البصرة قالوا إن المحافظة التي تمتلك أكبر ثروة نفطية في العراق تنتظر من يعطف عليها بالمياه الصالحة للشرب مؤكدين أن المتظاهرين باتوا يرون طريقهم مزدود بعد ستة أشهر من التظاهر وسماع الوعود الحكومية في الإعلام ورؤية الرصاص على الأرض ترجمة نانسي قنقر